الاقتصاد معيار مهم في صناديق الانتفابات الرئاسية الأمريكية يدرك المترشحون أن أحد طرق لكسب مزيد من الأصوات يمر عبر جيوب المواطنين تدخل كمال حارس هذا المدمار وهي محملة بمسؤولية أزمة اقتصادية وتضخم في البلاد باعتبارها نائبة الرئيس لكنها تحاول تجاوز ذلك بخطة اقتصادية تركز على تحسين أوضاع الطبقة الوسطى والدنيا من خلال تدابير تشمن عفاءات ضربية وتوسع تضحن الحكوم المفتاح لخلق اقتصاد الفرس هذا هو بناء الطبقة المتوسطة إنه أمر ضروري عندما أنتخب سأجعل خفض التكاليف وزيادة الأمن الاقتصادي أولوية وبصفة رئيسة سأتحمل التكاليف المرتفعة التي تهم الأمريكي في المقابل يعد دونالد ترامب سياسات اقتصادية جديدة لا تفلو هي كذلك من عفاءات ضربية وتركز على مواجهة الصين ورفع الجمركة على السلع الأجنبية واحياء إنتاج الوقود الأحفوري بالإضافة لإنهاء استقلالية الاحتياطي المركزية لكن الورقة التي يركز عليها انتقاد فشل إدارة بايدن وهاريس في الملف الاقتصادي بدءا من اليوم الذي أقسم فيه اليمين سأخفض الأسعار بسرعة وسنجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى في عهد كاميلا هاريس وجو بايدن الفاسد مات الحلم الأمريكي إذا فزنا سوف نجعل الحلم الأمريكي حيا لا تخلو خطط المترشحين الاقتصاديا من انتقاداته هاريس بتوسيع التدخل الحكومي تدفع الاقتصاد وفق خبراء نحو زيادة العجزة كما ينظر إليها على أنها استمرارية لسياسة بايدن تلك نقطة يركز عليها ترامب في حملته فخطته الاقتصادية لا تبدو مقنعة لكثير وجهة الصين ومشروع ترحيل المهاشرين يهددان سوق العمل ويرفعان الأسعار يغازل كولومين ترامب وهاريس الناخب الأمريكي بتحسين وضعه الاقتصادي فالنجاح في ذلك يمنحهما الأفضلية في السباق الرئاسي لا يوجد ما يميز خططهما لكن ترامب يملك ورقة قوة بسبب تباطئ الاقتصادي في زمن بايدن وهاريس ساميراس مرتيرة عربي واشنطن